وعدتكم في الحلقات الماضية من أنني سأضع بين أيديكم تعريف التوحيد من شفاههم صلوات الله عليهم وأعتقد أن تسلسل البحث يرغمني أن أضع هذا التعريف بين أيديكم الآن فبعد كل هذه البيانات أجد من المناسب جدا أن أضع هذا التعريف بين أيديكم وعليكم أن تحفظوا هذا التعريف مثلما تقدم الكلام في تعريف الشيعي الشيعي من هو؟ حدثتكم عن هذا في الصحيفة الأولى التي عنوانها أريد أن أكون شيعية ذكرت لكم تعريفا موجزا وتعريفا طويلا التعريف الموجز الشيعي هو العارف بإمام زمانه وهناك تعريف فيه تفصيل من أنه هو العارف بإمام زمانه وهو السليم الذي يحمل العقيدة السليمة وهو الفطيم الذي يكون فطيما لفاطمة وهو اليتيم الذي يكون يتيما لقائم آل محمد هذا تفصيل لكن التعريف الموجز الشيعي هو العارف بإمام زمانه هذه الصحيفة الأولى عرفنا الشيعية فيها وبعد ذلك دخلنا في التفصيل فكيف نعرف إمام زماننا إذا كنا شيعة على ما ندعي الشيعي هو الموحد أنتم سمعتم وقائع ما جرى في يوم عاشورة سمعتم ذلك قرأتم ذلك سيد الشهداء ماذا كان يقول حينما يرفع صوته مناديا طالبا النصر ماذا يقول ألا من موحد يخاف الله فينا ألا من موحد كان يبحث عن الموحدين لأن الموحد هو الشيعي وهو العارف بإمام زمانه ومر علينا من أن معرفة الله هي معرفة إمام زماننا والتوحيد معرفة الله لكنني سأقرأ عليكم تعريفا موجزا ودقيقا من شفاه إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه هذا هو كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في الصفحة السابعة والأربعين إنه الحديث السادس بسنده عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد قال سألت أبل حسن الرضا عن التوحيد فسعد هذا يسأل إمامنا الرضا عن التوحيد فماذا عرفه إمامنا الرضا في جملة قصيرة احفظوها ماذا قال إمامنا الرضا فقال هو الذي أنتم عليه هذا هو التوحيد إنها بيعة الغدير وانتهينا التوحيد بيعة الغدير بيعة الغدير بحسب ما بينت في هذا البرنامج بيعة الغدير بشرط أن نكون أوفياء لها وأن نكون أوفياء بها لا كما فعل مراجع النجاف لا كما فعل الطوسيون في حوزة النجاف نقضوا بيعة الغدير منذ سنة 448 للهجرة حين أسس الطوسي حوزته المشؤومة التي لا زالت إلى يومنا هذا تنشر شؤمها وضلالها وتقطع الطريقة فيما بين الشيعة وبين إمام زمانهم الحجة بن الحسن بأكاذيبهم ودجلهم وفقههم الضال وعقائدهم الضالة فسعد يسأل الإمام الرضا عن التوحيد فقال هو الذي أنتم عليه ولذا قلت لكم من أن حديثي عن الأركان الأربعة لعقيدة التوحيد ما هو هذا التوحيد التوحيد المنظومة العقائدية بكاملها لا بد أن يكتمل الحديث في خارطة العقيدة السليمة حينئذ أقول لكم هذا هو التوحيد وأقول لكم هذه هي معرفة إمام زماننا وأقول لكم هذا هو الدين في هذه الخارطة إلى هذه اللحظة لم يكتمل الحديث في معرفة إمام زماننا وإلى هذه اللحظة لم يكتمل الحديث في مضمون بيعة الغدير وإلى هذه اللحظة لم يكتمل الحديث في شؤون عقيدة التوحيد أبدا كل العناوين التي تقدمت لم يكتمل الحديث فيها حتى تكتمل الخارطة بتمامها حينئذ يمكننا أن نقول هذه معرفة نبينا فمعرفة نبينا هي معرفة إمام زماننا ونقول هذه معرفة ربنا فمعرفة ربنا هي معرفة إمام زماننا ونقول حينئذ هذه معرفة إمام زماننا لأن معرفة إمام زماننا هي معرفة نبينا وهي معرفة ربنا ونقول هذه معرفة ديننا لماذا؟ لأن معرفة ديننا هي معرفة إمام زماننا هي معرفة نبينا هي معرفة ربنا هذه هي العقيدة السليمة التي إذا ما تعانقت عقولنا وقلوبنا معها أصبحنا شيعة وهذا هو الذي يشير إليه إمامنا الرضا فإمامنا الرضا حين يقول هو الذي أنتم علي هو الذي أنتم علي بحسب موازينهم لا بحسب موازين السيستاني والخوئي ومحمد باقر الصدر والذين قبلهم والذين بعدهم هذا هو التوحيد وهذا هو الدين وهذا هو تعريف التوحيد من شفاههم ومن هنا يتضح لكم من أن الركن الثالث الذي أتحدث عنه وحتى الركن الرابع الذي سيأتينا هو من صميم التوحيد هو من أصل التوحيد هل حدثكم مراجعكم عن ذلك؟ هل كتبوا عن ذلك؟ ما كتبوا لنا إلا الضلال ما كتبوا لنا إلا الشرك ما كتبوا لنا إلا الكفر هذا بحسب موازين آل محمد لا أتحدث عن موازين سقيفة بني ساعدة ولا أتحدث عن موازين ساعدة بني طوسي وتسابق الذين جاءوا من بعده على تعظيمه وتقديسه وعلى اتباع ضلاله هذه هي الحقيقة المقشرة بعيدا عن أكاذيب مراجع النجف في كرامات العلماء وكرامات المراجع وعن تنزيه ساحة قدسهم ومن أنهم مقدسون ومن أمثال هذه الأكاذيب التي ضحكوا بها على أجدادنا وآبائنا ولا زالوا يضحكون بها علينا هذا كله أكاذيب وأدل دليلا هذا هو القرآن وهذه الأدعية والزيارات والروايات تخالف منهجهم بدرجة مئة بالمئة وتلاحظون أن النصوص تتعاضض فيما بينها فلا مجال للشك فيها المضامين التي في القرآن هي هي التي في الأدعية وهي هي التي في الزيارات وهي هي التي في الروايات التي يضعفونها هؤلاء السفل أليست أن حقيقة واضحة ماذا تقولون بعد هذا فهذا هو تعريف التوحيد سعد بن سعد يسأل الإمام الرضا عن التوحيد فيقول إمامنا الرضا صلوات الله عليه هو الذي أنتم عليه هو الذي نحن عليه ما تحدثنا عنه الزيارة الجامعة الكبيرة لن أقرأ كثيرا منها لا أجد وقتا لذلك لكنني أذكركم بهذه العبارة هذه العبارة هي التوحيد الذي يتحدث عنه إمامنا الرضا فمعكم معكم لا مع غيركم هذا هو التوحيد التوحيد هو الذي أنتم عليه ما هو الذي نحن عليه أن نكون بهذا الوصف وهذا الذي يقصده إمامنا الرضا فالنقع حين سأل الإمام الهادي ماذا قال للإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم هذا هو القول البليغ الكامل وهذه العبارة توجز علاقتنا وعقيدتنا وارتباطنا بهم فمعكم معكم لا مع غيركم هذا هو التوحيد وهذه هي معرفة إمام زماننا وهذا هو ديننا ونحن من البداية اتفقنا من أننا لا نصف الله إلا بما وصفه المعصوم هذا مصداق وتطبيق لهذه العقيدة الواضحة التي هي عقيدة التوحيد وحقيقة التوحيد فمعكم معكم لا مع غيركم فتعريف إمامنا الرضا للتوحيد هو الذي أنتم عليه شرحه وبيانه هنا فمعكم معكم لا مع غيركم وبشكل أدق في دعاء الندبة الشريف حينما نخاطب إمام زماننا أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هذا هو التوحيد فإمام زماننا هو وجه الله هذا هو التوحيد التوحيد هو هذا وهذا هو الذي يتحدث عنه القرآن القرآن يتحدث عن هذه الحقائق بشكل واضح إذا ما ذهبنا إلى سورة القصص وإلى آخر آية فيها إلى الآية الثامنة والثمانين بعد البسملة من سورة القصص ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون الآية في أعمق معاني التوحيد ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون هذه الآية تجتمل على أركان التوحيد الأربع لا أريد أن أخوض في تفاصيلها قد أعود إليها إذا سنحت فرصة في الحلقات القادمة لكن الحديث وصل بنا إلى تعريف التوحيد والإمام الرضا عرف لنا التوحيد ما نحن عليه هو الذي أنتم عليه وشرح ذلك في الزيارة الجامعة الكبيرة فمعكم معكم لا مع غيركم وتشخيصه بشكل دقيق ما جاء في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء فحينما نتوجه إلى إمام زماننا الذي هو وجه الله هذا هو التوحيد وسنكون حينئذ معهم معهم لا مع غيرهم لا نتوجه إلى غيرهم وجوهنا متوجهة إلى وجه الله وحينئذ هو هذا التوحيد الذي أنتم عليه فإمامنا الرضا يريد منا أن نتوجه إليه للشيعة في أيام زمانه صلوات الله عليه وفي زمان الحجة بن الحسن فعلينا أن نتوجه إلى إمامنا الذي هو وجه الله هذا هو التوحيد بعينه لماذا نتوجه إلى هذا الوجه لأن هذا الوجه إذا ما توجهنا إليه سننجو إذا توجهنا إلى غيره فهناك الهلاك فكل شيء هالك إلا وجهه الآية واضحة وصريحة جدا وبحسب تأويلهم وبحسب تفسيرهم لكتابهم فإنهم يقولون نحن وجه الله الذي جاء في هذه الآية ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون سأعود إلى هذه الآية في مقام آخر في الحلقات القادمة إن سنحت فرصة لذلك بحسب تأويلهم بحسب تفسيرهم صلوات الله عليهم والروايات موجودة عندي وسأقرأ عليكم إن بقي وقت أو ربما أترك هذا إلى الحلقة القادمة كل شيء هالك إلا وجهه هو هذا الوجه الذي نتوجه إليه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إذا ذهبنا إلى سورة الرحمن وسورة الرحمن فيها شيء مهم جدا في الآية السادسة والعشرين بعد البسملة والتي بعدها كل من عليها فان من عليها من على صفحة الوجود وليس من على وجه الأرض كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا الوصف ليس لربك هذا الوصف للوجه ويبقى وجه وجه فاعل مرفوع وهو مضاف وربك مضاف إليه مجرور ذو من الأسماء الستة وهي ترفع بالواو فذو هي صفة لوجه وليس لربك فهذا الوجه هو ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا الوجه هو نفسه الذي تحدثت عنه سورة القصص في آخر آية منها في الآية الثامنة والثمانين بعد البسملة كل شيء هالك إلا وجهه هو هذا الوجه الباقي كل شيء هالك مرت علينا سورة القصص وهي واضحة جدا في سياق التوحيد كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وله الحكم مر علينا قبل قليل من أن الله سبحانه وتعالى وصف وناءه بالألوهية متحدثا عن ظهور قدرتهم واستيلائهم وسلطتهم على السماء وعلى الأرض على الوجود كله ما حدثنا به أمير المؤمنين والأمر هو هو ينطبق هنا فهذا الوجه الباقي وكل شيء إلى الهلاك هو هذا الوجه نفسه الذي تتحدث عنه سورة الرحمن في سورة القصص كل شيء هالك إلا وجهه وفي سورة الرحمن كل من كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام هذا الوصف لمن للوجه وليس لربك قطعا سيكون منطبقا على ربك فإن الوجه نال هذا الوصف لأن ربك هو الذي منحه هذا الوصف ولو لم يكن ربك بهذا الوصف لما منح وجهه هذا الوصف ففاقد الشيء لا يعطيه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الشيء المهم الذي أخبرتكم عنه قبل قليل في سورة الرحمن إذا ذهبنا إلى آخر آية في سورة الرحمن إلى الآية الثامنة والسبعين بعد البسملة تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام هنا ذو الجلال والإكرام صفة لربك تبارك اسم ربك اسم فاعل مرفوع وهو مضاف وربك مضاف إليه مجرور ذو الجلال والإكرام صفة لربك فسورة وصفت الوجه بذو الجلال والإكرام ووصفت الرب صاحب الوجه بذو الجلال والإكرام لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك تلاحظون أن الأدعية وأن الروايات تتطابق تطابقا كاملا مع منطق القرآن ألا لعنة 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 على منهج مراجع النجاف وهم يدمرون ثقافة العطرة بقذارات النواصب بعلم القنادر هذا الذي يسمونه بعلم الرجال ويحددون الأعلم على أساس هذه القذارة هذا يعني أن الأعلم هو الأقدر هو الأوسخ هو الأجهل فهل هذا من علم صحيح وهو ينقض ثقافة أهل البيت التي تتطابق تطابقا كاملا مع القرآن ما هذا هو منطق القرآن وآل محمد أمرونا أن نعرض أحاديثهم على قرآنهم ما أمرونا أن نعرض أحاديثهم على قذارات علم القنادر هذا الذي يسمى بعلم الرجال من قذارات النواصب السورة واضحة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الوجه هو ذو الجلال والإكرام وهنا الرب هو ذو الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام ووجه ربك هو اسم ربك فالحقيقة المحمدية هي وجه الله الأتم الأكمل وهي اسم الله الأعظم الأعاز الأجل الأكرم المضامين واضحة واضحة جدا ولكن ماذا نصنع لهؤلاء الأغبياء الجهال الذين يضحك على الشيعة بهم ويقال عنهم من أنهم علماء ومن أنهم أعلم أهل الأرض ومن أن علماء الحضارة الغربية قد تحيروا في علمهم ومن أن الحضارة الغربية تحسب لهم ألف حساب هم لا يعلمون أن الغربيين يضحكون منهم ويضحكون عليهم يضحكون على هذه المهزلة على هذه القمامة التي لا تحسن أمر دينها لا يحسنون قراءة صلاتهم وقد عرضنا الفيديوات في برامج سابقة ما عاد الأمر مستورا الحقائق واضحة والعورات والعورات قد تكشفت وما بقي شيء خفيا سورة الرحمن واضحة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فالوجه هو ذو الجلال والإكرام وأيضا تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام من هنا حين نتوجه إليهم فإننا نتوجه إليه سبحانه وتعالى ولذا فإن النسخة الصحيحة للزيارة الجامعة الكبيرة لا كما زورها مراجع الشيعة الموجود الآن من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم هذه نسخة مزورة زورها مراجع الشيعة النسخة الأصلية وهي موجودة في عيون الأخبار للشيخ الصدوق من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم وليس توجه بكم هذا تزوير وتضليل وتدليس وتلبيس مراجع النجاف ألا لعنة على منهجهم ألا لعنة على عقائدهم لقد دمرونا وحالوا فيما بيننا وبين محمد وآل محمد وأذهب بكم إلى سورة البقرة والحديث عن الوجه وإلى الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فَثَمَّ فَهُنَاكَ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ماذا يقول أمير المؤمنين الذي بايعناه في بيعة الغدير على أن نفسر القرآن بتفسيره فقط فماذا يقول علي في تفسيره لهذه الآية أقرأ عليكم من الاحتجاج للطبرسي إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة 252 الإمام في نفس الحديث الذي قرأت عليكم منه قبل قليل حديث طويل جدا الإمام بصدد هذه الآية فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ سيد الأوصياء وَهُوَ يَتَحَدَّثُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَيَقُولُ وَهُمْ وَجْهُ اللَّهِ يَتَحَدَّثُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ مَوْطِنَ الْحَاجَةِ فَقَتْ وَهُمْ يعني محمداً وَآلَ مُحَمَّدٍ وَهُمْ وَجْهُ اللَّهِ الذي قال فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ثم يستمر الأمير في كلامه هم بقية الله يعني المهدي يأتي عند انقضاء هذه النظرة النظرة يعني الغيبة يعني الفترة التي ينتظر فيها فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً إنه يوجه الكلام لنا إلى زماننا هذا الحديث موجه إلينا إلي وإليكم أقرأ عليكم كلام الأمير مرة أخرى صلوات الله عليه وهو يتحدث عن محمد وآل محمد يقول وهم وجه الله الذي قال فأينما تولوا فثم وجه الله هم بقية الله يعني المهدية يأتي عند انقضاء هذه النظرة عند انقضاء فترة الانتظار فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ تلاحظون أن الزيارات والأدعية فالزيارة الجامعة واضحة ومن قصده توجه إليكم صلوات الله عليكم ومن قصده توجه إليكم لا كما زورها مراجع النجاف ولذا حتى القارئ الذي يقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة الذي نبث قراءته عبر هذه الشاشة فإنه يقرأ بكم وليس إليكم بحثنا عن قارئ بصوت جميل يقرأ هذه الزيارة بنسختها الصحيحة ما وجدنا هذا هو حال الشيعة هذا هو حال الشيعة حال الشيعة زيارات مزورة أدعية مزورة إما يزورون ألفاظها وإما يزورون معانيها لأنهم جهال لا يفقهونها عقائد مزورة فقه مزور قرآن مزور تفاسيره مزورة لقد زوروا كل تفسير القرآن حينما فسروا القرآن وفقا للمنهج العمري وتركوا تفسير علي وآل علي الذي بايعوا عليه في بيعة الغدير ونقضوها خانوا البيعة أولئك الضلال أولئك الخونة من هنا وصفهم إمامنا الصادق من أنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم هذا هو بالتحديد وبالضبط المقصود من الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية اعتقادنا بأئمتنا التوحيد في هذا الأفق الخلاصة ما هي كما قال إمامنا الرضا التوحيد هو الذي أنتم عليه كما قالت الزيارة الجامعة الكبيرة فمعكم معكم لا مع غيركم زبدة القول في دعاء الندبة أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء وها هو القرآن فأينما تولوا فثم وجه الله وهذا هو التفسير من علي فإن وجه الله الذي جاء مذكورا هنا هو الحجة ابن الحسن ما جئتكم بهذا من عندي هذا من تفسير علي وآل علي لقرآنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وليذهب مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الحضيط إلى ما هو دون الحضيط فليذهبوا بعقائدهم وتفسيرهم إلى الجحيم فليذهبوا بها إلى المراعيط لا شأن لي بهم هذه مصادر عقيدتي تريدون أن تقبلوا هذا أمر راجع إليكم تريدون أن تدققوا وتحققوا تلك وظيفتكم تريدون أن ترفضوا أي طبكم طاب تلك هي مشكلتكم نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر